الكشف عن أسباب حادث تدمير كارفي لطائرة تابعة للخطوط الجوية النمساوية وده ما لعبك فهدرحتك نعم 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 طائرة نمساوية دمرت خطأ من العاملين نعم ايرباس نيو ايرباس 320 نيو اللي سعره يصل إلى أكثر من 100 مليون يورو فتخيل يا سيد الكريم هذا الخطأ ما أتمنى لو أن الصورة وتقدر انطالعها بشكل وبيعصر هو تم شراءها بـ 50 مليون تم شراءها بـ 50 مليون يعني دي شركة الأوا اللي هي الخطوط الجوية النمساوية نعم ما بتذكر مكتوب 50 مليون كانت صيانتها لا هو مكتوب بينما تم شراءها مؤخرا بحوالي 50 مليون يور ممكن الشرط مستعملة يعني المهم بالتالي بصراحة الفعل هذا خطأ كارثي يعني تم الأليفيتر أو الزيل يعني هو اللي هو فعاليا هو الذي يرفع الطائرة من الخلف هو اللي يعني خبط بعموت كهرباء بعدين خبطوا بدرج بتاعه وأنهم ما كانوش شدين الفرامل الخاصة بالضبط ما حاطين الفرامل الخاصة والدوليب في إلى مثل موقفات يعني بيجي الدولاب موجود بيحطوله موقفات خشبية أو أي نوع من الموقفات فعاليا مشان تحافظ على إنو مكان الطائرة وهنيك وأرضية المطار بتكون دائما تبنى بشكل فيها زاوية أو درجة ما من الميلان حتى في عملية الإخلاع لا 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 ما العلاقة لإخلاع ملا العلاقة حتى لحصر مياه الأمطار سيدي الكريم لحصر مياه الأمطار وما يتشكل برك داخل المطار فبتكون فيه يعني ميالانات يمكن بدأ رجاله فهذا الميالان أدى إلى أنه الطائرة تنزلغ بالضبط وينكسر الجزء الخلفي من الطائرة يضاف على ذلك جزء آخر من الجناح كمان تم تدميره الجناح بسيطة شغلته سيد الكريم أما الأليفيتر الرافع اللي هو فعاليا هذا اللي بيرفع الطائرة على فكرة الأجنحة لا ترفع الطائرة اللي بيرفع الطائرة هو هذا القسم يمكن في بعض الصور بتوضح الكارثة فعاليا بأنه هذا انقلع من أساسه يعني من جسم الطائرة هذا في تحكم بالهيدروليك تحكم الكتروني تحكم كهربائي وهذا الجزء اللازئ في جسم الطائرة النمسا وإصلاحه فون إصلاح هذا الخلل الأساس الكريم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مصنع طائرات والنمسا لا تملك مصنع طائرات هذه الطائرة يجب إعادتها إلى إيرباس وكيف ستعاد هذه الطائرة إلى إيرباس إن شاء الله ستشحل ستفكك وسترسل إلى هنا ممكن ولكن هذا الموضوع سيأخذ أشهر وسيأخذ تكاليف بالملايين فعليا تحادث إهمال ووضع جدا من طاقم الطائرة ليس من طاقم الطائرة من طاقم الأرض طاقم الأرض يا سيد الكريم ولكن واتضح أن طاقم الطائرة نسى تفعيل فرامل الانتظار ووضع الفرامل عند حجلات الطائرة هي الفرامل يا سيد الكريم تفاعل من الأرض يا سيد ليس من عند الطيار يعني فعليا لأنه الطيار متى ما وصلت الرحلة لمكانها صحيح فعل فرامل معينة على سبيل المثال بينما نزل الركاب على سبيل المثال الطائرة بدأ تروح بدأ توقف بدأ تحطوها بهانجرمال حتى يعني ما تظل شغلة البواب عفوا البواب البواب الخاصة عند الطيارة فبالتالي فبالتالي يتم تفعيل هذه الأمور الطائرة يوجد فيها تحكم أرضي يعني شوف عندما تكون على الأرض من الكوكبيت من قمرة الطيار ومن الأرض يعني من الأرض يوجد بها مفاتيح معينة مفاتيح معينة للفرملة للتشغيل ليس للتشغيل الكامل طبعا ولكن ببالتالي هو خطأ أرضي وهذه الطائرة ستمكس كثيرا على الأرض حتى تستطيع الطيران مرة أخرى وستكلف الكثيرين إلا إذا حتى إذا تم تفكيك الطائرة واستخدامها كقطع تبديل خاصة أن المحركات وهي أغلى جزء في الطائرة يعتبر أن المحركات المحركات سليمة لم تصاب بأي أذى فممكن فك هذه المحركات واستخدامهم في طائرات أخرى يعني في النهاية هيتحمل التكاليف الراكب التأمين التأمين أكيد طبعا بالتأمين اللي حيتحمل هذا الملايين وإنهاء اشتركوا في القناة